خليني أقول لكم كده النتائج دي اللي هي المجموعة البقاء في الدوري مش مجموعة الصعود اللي هما العشرة اللي تحت واللي بيلعبوا على البقاء في الدوري خليني أقول لكم النتائج كده مع بعض بترول أسيوت وبقير الأسمادة تعادل واحد واحد مكادي فوز على جمهوريت شيميني 2-1 والنجوم كسب المقصة 3-2 وأسوان فاز على دي كيرنس 1-0 والمصري التصالات فوز على التعدين 1-0 معنا بعض الأهداف كده خلينا نتفرج نبدأ بمباراة مكادي وجمهوريت شيمين مكادي بالتشيرت الأسود وجمهوريت شيمين بالتشيرت الأزرق والمباراة انتهت 2-1 لصالح مكادي تقادنا من جمهوريت شيمين بالهدف الأول عن طريق أحمد الشامي وبعدين مكادي أحرزه هدفين طبعا توافين مكادي بيلعبه في ملعب الجونة هدف حلو الهدف التعادل لمكادي لعب مكادي محمد شريف وبعدين في الشروط التاني قدر فريق مكادي انه يحرز الهدف التاني من ضربة روكنية لعب اسمه حسام البدري في نادي مكادي طبعا ببارك طبعا لكابتن نبيل محمود والكابتن أحمد الصحفي مسؤول طبعا عن نادي مكادي دي مباراة أسوان ود كيرنس في استاد أسوان وفوز أسوان 1-0 هدف المباراة عن طريق محمد أسامة لعب أسوان برضو مبروك لنادي أسوان كابتن الشام زكريا الموديل الفني وفوز مهم الأسوان في دوري المحترفين طبعا مجموعة البقاء وزي ما قلتلكم النجوم كسب المقصة 3-2 ولمصرية الصلاة فوز على التعديل 1-0 وتعادل إيجابي ما بين بيترول أسيوت وأبو إير للأسمة